مصر استطاعت بمنتهى القوة والنجاح ودفعنا تمن غالي قوي تدمير كامل للأنفاق نجحنا فضل ربنا وكرمه بس دفعنا تمن غالي قوي أمنا حدودنا وقلتها وبقولها من 7 أكتوبر وقبلها وبقولها دلوقتي تاني ما فيش نملة تدخل بقول نملة تعدي حدودنا نملة تشوف بقول نملة مش بقول عصفورة بقول نملة تعدي عندنا لا سيد ريسال أركان امبارح أول امبارح بيتطمن عليه التأمين الكامل احنا مش لسه بنأمن مش لسه بنأمن يا جماعة هقول لكم معلومة حان وقت ان انا اقولها احنا موجودين يوم 7 أكتوبر مش كده احنا كنا هناك يوم 7 أكتوبر مش راحين النهاردة في 24 مش راحين النهاردة في 24 7 أكتوبر حضرتك لديك بعد اللي حصل طبعا وهجوم حماس على طول الدولة متوقعة طبعا متوقعة ممكن يحدث ايه وممكن كان الهدف مصر وهو الهدف مصر لحد النهاردة بس تاني حدش يقدر أبدا يهود أبدا عندنا ولا يهدد أمننا ولا أراضينا لا يجرؤ لا إسرائيل ولا غير إسرائيل بالمناسبة انا عملت بس كنا مع سيادة الوزير بدر عبد العاط يوم الخميس في لقاء مجموعة من الإعلامين وكتاب من الساعة 12 لساعة يمكن ثلاثة ونص تقريبا واحنا عادي مع سيادة وزير خارجية جالنا خبر سيد مع لسان المتحدث العسكري سيد العقيد أركان حرب غريبة عبد الحافظ بيعلن خبر عاجل في الثواني لف الكرة الأرضية لف الكرة الأرضية في الثواني أول من تلقف الخبر إسرائيل على طول خلي بالكم برصد ومتابعوا كل حاجة فبعد ما خلص مزير خارجية وأنا في العاصمة رح تنازل عامل بس يومها ما عنديش هوا طب حدث زي كده نسيب يعني منتكلمش عليه لا لازم نتكلم عملت بس بتاع 13 دقيقة مش طويل يعني عزيلا حضراتكو القناة الأولى الرسمية اللي هي 12 في إسرائيل خدت البس ده البس يعني هو بيتابعك حتى لو أنت عندك حاجة السوشال ميديا وخدوه رسائل أكيد أن أنا بوجه رسائل أنا باتكلم أنا باتكلم سألك ده معناها إيه والرسائل اللي قالها كذا وهورهونكو بعد شوية ولكن تبع حالي تماما تماما كمواطن عايش هنا وعايش برا وفي أي مكان هذا وطن له جيش عظيم تنبسط قوي لما تشوف قدراتك موجودة إزاي وهذه القدرات الرؤية الاسباقية الاستراتيجية للقائد الأعلى السيد الرئيس عفتاح السيسي في عام واحد وعشرين امتى واحد وعشرين